ودلوقت مع حضراتكم من داخل البيت المصري اللي بيحضن هنا كل المصريين السفارة المصرية بي فين نلتقي مع سعادة السفير عمر عامر سفير مصر بن نمسا أهلا بسعادتك أهلا وسهلا أهلا بيك أولا بشكرك على استقبال سيادتك للينا وبشكرك جدا لتسمح لنا بالوقت لنعودوا مع سيادتك ده شرف لينا وفي أي وقت ده بيتكم أحبب أتكلم مع حضرتك يعان العلاقة ما بين السفارة وما بين الكنيسة الأبطالة الأرثوذكسية هنا في النمسا وبرضو من خلال وسائل الإعلام المختلفة وإحنا كمان في قناة سي تي في بنلاحظ دايما الأخبار بنشوف حضرتك متواجد فيه يعني المناسبات المهمة في الكنيسة ودايما صورتك مع نيفة الأنبا جابريل بتبقى بنورك كده موجودة عندنا في وسائل الإعلام المختلفة فلو حرك تكلمنا عن الإعلام والله هي العلاقة متميزة وستظل متميزة وحرصنا عليها أن هي تظل في هذا المستوى حرص كبير ومتكامل وكامل وعلاقتي بنيافة الأنبا جابريل علاقة خاصة جدا 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 وأنا على المستوى الشخصي أسعد بيها ونيافته كان مشرفنا في استقبال السيد الرئيس الجمهورية عند وصوله في المطار وهو يتذكر الحديث قبل وصول الطائرة قلت له دعواتك مهمة جدا علشان الزيارة تنجح ويبدو أنه في استجابة لهذه الدعوة وأن الحمد لله الزيارة نجحت وحنظل دايما كمصريين في الخارج وفي الداخل أسرة واحدة لأن لا بديل عن ذلك يعني برضو نحب نوضح للمشاهدين وإحنا دايما في برنامجنا لما بنبقى خارج مصر دايما نخبط على باب السفارة أهمية التكاتف ده ما بين المصريين في الخارج وأهمية الدعم والتعاون الكبير الحقيقة ما بين كناسنا في الخارج ما بين السفارة المصرية في أي مكان والله اللي عايز أقوله وأكد عليه أن المصريين في السراء والضراء لابد أن يكونوا مع بعض تحديات تحديات غير تقلدية والمشاكل بتاعتني هي مشاكل إحنا متشاركين فيها وبالتالي لا بديل ولا غنى عن أن نحن نقعد مع بعض ونتكلم مع بعض ونواسي بعض ونفرح مع بعض لأنه من غير كده أتصور أن الأمور ما تتحركش ولا تمشي وبالتالي أنه إحنا دايما متواجدين معكم وانتوا دايما متواجدين معنا ولابد أن يكون هذا الحوار هو حوار ثري ومستمر حتى نستطيع أن نعالج أي تحديات بتظهر وفي اللحظة دي وأنا بجاوبك على هذا السؤال يعني بتذكر برضو العلاقة الطيبة اللي كانت دايما ما بيننا وما بين الكنيسة ودايما ما بيننا وبين أبناء الجالية في الخارج لأنه دي علاقة أنا شايف أن هي وجدت لتستمر وفي نفس الوقت عايز يعني أشير إلى اللقاء اللي أنا ساعدت وشرفت بحضوره مع السيد الرئيس الجمهورية قبل مغادرته إلى بينا إذن إلى القاهرة مع ثلاث أسر مصرية هنا وهذا اللقاء كان قد إيه لقاء مؤثر لأنه زي ما حكي عارف أنه كان فيه ثلاث أسر حبوا ورغبوا أنه هما يتوجهوا لمسندة ومؤذرة السيد الرئيس في ألمانيا في 2015 وتوجهوا من هنا بجهدهم وترتيباتهم الخاصة اللي هما قعدوها وأيضا كانوا فرحين بهذا اللقاء وتوجهوا إلى برلين وحصلت الحادثة اللي احنا كلنا عارفينها قبل زيارة السيد الرئيس تقدمت السفارة بطلب وعرضته على الرئيس الجمهورية وقلنا فيه الموضوع ده ثم تلقينا بعد أقل من نصف ساعة أن سيد الرئيس يرغب في لقاءهم عند وصوله وعند زيارته إلى بينا وأنا دي حاجة أسعدتني للغاية بصراحة لأنه في أقل من نصف ساعة كان الرد كان جاي ورتبنا لهذه الزيارة أثناء اللقاء اللي تم كان لقاء مؤثر ولقاء يعني كان فيه نوع من التأثر الشديد من قبل السيد الرئيس لأنه لما التقى بيهم وتحدثوا معاه كان عمال يسألهم طب نقدر نعمل ايه طب نقدر نقف معكم ازاي طب انتوا عايزين مننا ايه الإجابة كانت مؤثرة جدا منهم كلهم اللقاء سيادتك هو كافي بالنسبة لنا الحاجة التانية اللي أثرت فينا بقى شخصية إنه استمعت إلى إنه لما حصلت الوفاة وفتحوا الشنط بتاعتهم لقوا فيها حاجتين لقوا صور الرئيس ولقوا أعلى مصر فحاجة زي كده إزاي ما تهزش مشاعر أي حد وهي فعلا هزت مشاعر سيد الرئيس وقال لهم حيبقى فيه مفاجأة كبيرة جدا جدا إن شاء الله في الأعياد السنة دي في يناير اللهم حتفروا مع بعض ما قال ناشي المفاجأة طبعا ايه لكن احنا ممكن نتخيلها أو نحاول ان احنا نتخيلها لكن التقت معهم الصور التسكرية وكانت بينهم بعض حديث صريح للغاية وطمأنهم على مصر وطمأنهم على حاجات كثيرة جدا هما سألوا عليها وده الروح المصرية لما تيجي من شخص صيد الرئيس الجمهورية لأبنائه في الخارج والكلام كان فعلا مش قادر أقول أي وصف لي غير أنه كان كلام مؤثر وكلنا كنا متأثرين بهذا الأمر سواء نساد الوزراء اللي كانوا حضرين أو كافة الحضور اللي كانوا موجودين وإحنا حبينا أن نقصر هذا اللقاء عليهم فقط حتى يتحدثوا بكل صراحة وبكل وضوح وحتى يتحدثوا من قلبهم ويتحدثوا لشخص رئيس الجمهورية ويستمعوا أيضا منه فأنا عايز أقول لك أنه ردا على سؤالك هذه العلاقة وجدت لتستمر ولا بديل لدينا في ظل هذه التحديات التي نواجهها جميعا إلا أن نكون متكاتفين وننتهز أيضا هذه الفرصة كوجودة هنا مع حضراتكم يعني تجاوز العمين لم ألقى غير كل ترحاب وموادة وتحية وإعلاقة خاصة جدا مع الكنيسة ومع نيافة الأنبى إلا تاني أنا بعتز بصدقته وبعلاقته وبطلب منه أنه يكمل مسندته لنا وبطلب منه أنه يستمر في الدواء لنا حتى ننجز ما بدأنا وبالتأكيد كمان أنا بشعر دايما أن نموذج المصريين هنا في النمسا نموذج يحتز به ونموذج يعني متميز جدا وحتى قدست البابا من أكثر البلادي وربما خارج مصر الأقرب لقلبه أعتقد النمسا ودايما في زيارات مستمرة للكنيسة في النمسا والسفارة المصرية قد أنت فاكر وعارف أن أنا شرفت بقدسته في زيارة جميلة وفي أنا بعتبرها أنه كانت هدية للسفارة أنه في الناشنال دي العيد القومي الأخير تزامن مع زيارة قدسته إلى فيينا وبعدين تحدثت مع نيافة الأنبى وقلت له طالما أنه قدسته حيكون موجود يشرفنا في العيد الوطني ودي كت مفاجأة مش ليه هي كانت مفاجأة للجميع والأعضاء السلك الدبلوماسي القنصلي اللي وقفوا وشافوا واستمعوا للكلمة اللي هو تفضل قدسته بأنه هو يلقيها وكانت كلمة مؤثرة أيضا وكانت كلمة لها معاني كبيرة جدا جدا وساعدنا بتشريفه لنا في العيد القومي ومنكن تنقلتوها على وسائل الإعلام ووسائل الإعلام شفتها وكانت حدث كبير جدا فيعني الحمد لله ربنا موفقنا في الكثير والكثير من المفاجآت الطيبة والصارة وإن شاء الله في الفترة المتبقية الواحد هنا في فيينا يكون في المزيد مزيد من مجاحي فندم وبشكرك لوجودك معنا عبر شاشة سي تي في ألف شكر لاستقبال حضرتك والكرم تي شكرا لكم من أنتو حرستوا أن أنتو تيجوا دابتكو وكل عام وانتم طيبين وإن شاء الله حنكون معاكم في الأعياد بإذن الله وحنشارككم وأفرحكم دايما ومش هيكون في أيامنا غير كل ما هو جميل وطيب وصار لنا وليكم ألف شكرا حضرتك أشكرك يعني ما قدرش أقول غير أن هي دي مصر وهم دول المصريين وكلمات الحقيقة من القلب بتعبر عن ربما جموع ملايين من المصريين اللي بيحبوا مصر وشايلين مصر في قلبهم سواء كانوا عايشين في مصر أو بر مصر ترجمة نانسي قنقر